أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة برنامجكم الاقتصادية أرقام وأسواق نستعرض مع حضراتكم أداء أسواق الإمارات والسعودية والسلاء العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال والحصاد الأسبوعي لأسواق المال العربية والعالمية والبداية بأبرز العنويل تباين برصة الإمارات والسعودية وسط أجازة في سوقي مصر والكويت الإمارات تسعى للوصول بحجم اقتصادها إلى 800 مليار دولار بحلول 2030 أسعر نفط واصل السعود مع استمرار المخاوف بشأن الطلب أهلا بكم من جديد والبداية من جمهورية مصر العربية حيث قررت البرصة المصرية أن يكون اليوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهيجرية بالإضافة إلى يوم الأحد المقبل مناسبة ذكرى ثورة يوليو على أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من يوليو الجاري كل عام وحضراتكم بخير وأغلق مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30 متراجعا في جلسة أمس الأربعاء من نسبة 0.17 من المئة يغلق عند مستوى 17.578 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه فاصل 541 مليون وننتقل إلى أسواق المالة الإميراتية حيث أغلق سوق أبو طبي أنمالي منخفضا بنسبة 0.37 من المئة عند مستوى 9629 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية 856 مليون درهم ومن أصل 64 شركة تم تداولها اليوم اكتفعت أسهم 25 شركة بينما انخفضت أسهم 28 شركة وبقيت 11 شركة على ثبات وعلى صعيد الأسهم المرتفعة زد سهم شركة فوتق الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 12.36 لغلق عند درهمين فيما ارتفع سهم غذاء القابضة بنسبة 8.59 لغلق عند 44 درهم فاصل 52 كما أغلق سهم شركة الإمارات للتأمين مرتفعا بنسبة 6.52 لغلق عند 6 دراهم فاصل 70 بينما انخفض سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 9.95 لغلق عند درهم فاصل 72 أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام خفضا أيضا بنسبة طفيفة بلغت 0.3 من المئة عند مستوى 3986 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية 270 مليون درهم ومن أصل 38 شركة تم تدول أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 14 شركة بينما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى وبقيت 10 شركات على ثبات وارتفع سهم شركة دبي للمرتبات بنسبة 11.17 لغلق عند 18 درهم فاصل 90 كما ارتفع سهم اكتتاب القابضة بنسبة 1.39 لغلق عند 0.29 درهم وأيضا ارتفع سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 1.29 لغلق عند 0.70 درهم بينما أغلق سهم شركة دار التكافل منخفضا بنسبة 6.71 عند 0.70 درهم وعلى مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرأسي تاسي تدولاتها اليوم على ارتفاع بنسبة طفيفة بلغت 0.3 من المئة عند مستوى 11.755 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال فاصل 825 مليون وجاء سهم شركة عالم في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا نسبة 5.27 لغلق عند 691 ريالا ثلاثة سهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة نسبة 3.52 يغلق عند 159 ريالا كما ارتفع سهم شركة العربية للتعهدات الفنية نسبة 3% عند 195 ريالا بينما تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة 5.56 عند 0.17 ريال أما في السوق الكويتي فقد واصلت البرصة عطلتها الرسمية ليوم الثاني احتفالا بحلول رأس السنة الهجرية وحسب بيان سابق للبرصة الكويتية فإن العطلة بدأت أمس الأربعاء واليوم الخميس على أن يستأنف الدوام الرسمي لكالمعتاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق الثلاث والعشرون من يوليو الجاري وكان مؤشر السوق الأول لبرصة الكويت قد أغلق أمس الأول الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.52 من المئة عند مستوى 8161 نقطة وعلى أصاعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن توك المري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ قطوات متسارعة لتعزيز نموها الاقتصادية في السنوات المقبلة حيث تسعى إلى مضاعفة ناتجها المحلية الإجمالية إلى أكثر من 800 مليار دولار بحلول 2030 وأضاف في مقابلة مع بلومبرنج اليوم الخميس أن الدولة تستهدف النمو بنسبة 7% وتحتاج لمضاعفة اقتصادها إلى 3 رليونات درهم ما يعادل 817 مليار دولار بنهاية 2030 وأشر الوزير إلى نمو اقتصاد الدولة الغنية بالنفط قرابة 8% العام السابق مضحا أن الفضل في ذلك يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج أعلن صندوق أبو الزبيا السيادية القابدة إيديكيو عن توقيع مذكرتي تفاهم لضخ ما يصل إلى نحو 8 مليارات و 500 مليون دولار في سورة سندات لتمويل جهود إعادة الإعمار في تركيا عقب الزلزال الذي ضربها في فبراير الماضي بجانب 3 مليارات دولار تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات التركية وذكرت الشركة القابدة في بيان لها إن السندات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية التركية ستمويل جهود إعادة الإعمار الشاملة في جنوب ووسط تركيا ووقعت القابدة أيضا ومذكرة تفاهم مع بنك ائتمان الصادرات التركي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للشركات التركية لتعزيز التجارة مع الإمارات والأسواق الأخرى وفي السياق ذاته وقعت شركة ألفظبي القابدة المدرجة في برصة أبو الزبي ومذكرة تفاهم مع مجموعة لماكة تركيا وذلك لاستكشاف الفرص المتاحة وأفاق إقامة مشاريع مشتركة في مجال البناء والتطوير والبنية التحتية والطاقة والضيافة والتي تندرك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في الإمارات وتركيا ووفقا لبيان الشركة على سوق أبو الزبي الأوراق المالية يشمل التعاون بين شركة ألفظبي القابدة ومجموعة لماكة تركيا بناء إعادة تأهين المناطق المتأثرة بالزلزال الذي ضربت تركيا هذا العام على جانب آخر أعلنت سلطة دبي الخدمات المالية عن ارتفاع إجمالية عدد الشركات المرخصة إلى 630 شركة في نهاية يونيو الماضي حيث تم ترخيص 50 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري نسبة زيادة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت ترخيص 35 شركة وأشارت السلطة حسب ما أوردت صحيفة الإمارات اليوم إلى أن سوق سندات الدين المدرجة في مركز دبي المال العالمية تواصل النمو حيث يوجد حاليا 169 من سندات الدين بقيمة 112 مليار دولار متضمنة في القائمة الرسمية ومدرجة للتداول في نزك دبي إلى ذلك حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في سرعة شبكة الإنترنت على الهاتف المتحرك لشهر يونيو الماضي بسرعة تنزيل بلغت 240 ميجابيت في الثانية فيما بلغت سرعة إرسال البيانات 22 ميجابيت في الثانية ووفقاً لوقالة الأنباء الإماراتية تصدرت الدولة التصنيف العالمي خلال خمسة أشهر في النصف الأول من العام الجاري فيما حلت في المركز الثاني في إبريل أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأغدر على أسعار الطاقة والعملات الرقمية فيما تبينت المعادن النفيسة وارتفعت أسعار النفط بالنسبة 0.34 من المئة ليسجل سعر العقودة الفورية لخام برين 79 دولاراً فاصل 72 للبرميلة الواحد وصعدت أسعار النفط خلال تعملات اليوم الخميس مع استمرار المخاوفي بشأن الطلب وتراجع من خزونات النفط الأمريكية وأيضاً في ظل ترقب السوق للخطوات التي تتخذها الصين لتعزيز النمو بعد تعهدها بزيادة الاستهلاك مع لمستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعملات اليوم ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 0.13 من المئة عند 1903 دولاراً للأوقية وارتفعت أسعار الذهب خلال تعملات اليوم مع استقرار الدولار وستتوقعات بأن الإحتاطية الفيدرالي قد يتوقف عن رفع الفائدة قريباً على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1% لتغلق فوق مستوى 30 ألف دولار وارتفعت العملات المشفرة خلال تعملات الخميس مع استقرار الدولار فيما صعدت الريبل لتظل عند مستوى 81 ثمتاً أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل مع ديف أرقام وأسواق الأستاذ حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية للحديث عن أداء الأسواق العربية والعالمية خلال الأسبوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جدد على حضرتكم التحية أعزائي المشاهدين برحب بداية فئة الكريم أستاذ حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية برحب بحضرتك على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بداية أستاذ حسام خلينا نبدأ من البورصة المصرية ممكن شاهدنا أنها ارتفع مؤشرها الرئاسية متجاوزا 17600 نقطة ثم أغلق أسفلها في آخر جلسات الأسبوع ما تحليل حضرتك لأداء السوق؟ طبعا زي ما تبقىنا كده خلال تعملات الأسبوع شفنا أن الأداء الإيجابي كان يكسو وكان يغلب على أداء مؤشرات البورصة المصرية سواء المؤشر الرئيسي أو المؤشر السبعيني أسواء المؤشر الصغير أو المتوسطة ولكن باستثناء آخر جلسات أو آخر تعاملات الأسبوع والتي شهدت هبوط للمؤشر الرئيسي هبوط نقدر نقول طفيف وليس هبوط يدعو للقلق أو يشير إلى وجود عمليات بيع أو جني أرباح بالعكس كان هبوط طفيف جدا قدره 29 نقطة واستطاع المؤشر أن يغلق على مستوى الدعم الرئيسي وهو مستوى 17400 وسجل مستوى إغلاق عند 17578 تحديدا وسط استقرار في أحجام وقيم التداولات ووسط أيضا اتجاه من المؤسسات العربية والأجنبية بآخر تعاملات الأسبوع نحو الشراء وزيادة وفتح مراكزها المالية بالأسهم القيادية في انتظار الإعلان عن نتائج أعمال أغلب الشركات من الأسهم القيادية نتائج أعمال النصف الأول والربع الثاني من العام الجاري والتي تشير وهناك توقعات باستمرار الأداء الإيجابي المالي لأغلب الشركات القيادية بقوائمها المالية وده اللي هينعكس إجابا خلال الفترة المجبلة على أداء المؤشر الرئيسي تحديدا وده اللي هيدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الهم جدا وهو مستوى 18000 ثم القيمة التاريخية للمؤشر الرئيسي عند مستوى 18400 وأتوقع أنه يختارق هذه القيمة التاريخية للمؤشر خلال الربع الثالث من العام الجاري وده هيكون مدفوع بإعلان نتائج أعمال الشركات التي تشير التوقعات إلى استمرار أداء المالي الإيجابي خلال العام الجاري وأيضا هيكون مدفوع باستمرار اتجاه المؤسسات المصرية والعربية وفي بعض الأحيان الأجنبية أيضا بزيادة مركزها المالية وقواتها الشرعية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوىات الدعم الرئيسية للمؤشر وده اللي هيدفعه بقوة نحو اختراق واستعادة مستوىات المقاومة الرئيسية وتحقيق إن شاء الله قمم تاريخية جديدة بالنسبة للمؤشر الرئيسي طيب هم تأكل ما حضرك للمؤشر السبعين مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن اللحظنا أنه اختدى الأسبوع صاعدا عن الأسبوع الماضي من نسبة 1% ما رأي حضرتك بأداء السوق وأسهمه؟ يعني شاء في مؤشر السبعيني مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يعني بعد أن سجل مستوى تاريخي خلال الفترة الماضية كان بيمر بمرحلة من التصحيح أو جني أرباح طفيف خلال الفترة الأخيرة ولكن عودة الأسهم الصغيرة المتوسطة والمتاجرة السريعة نحو الصعود مرة أخرى والأداء الإجابي مرة أخرى ده اللي انعكس إجابا على أداء المؤشر السبعيني ودفعوا للإغلاق بآخر تعملات الأسبوع على ارتفاع قدر 55 نقطة ويستعيد مستوى المقاومة 3.460 و3.500 نقطة أعتقد ده كان مدفوع أيضا باستقرار مؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3.400 تأتي أفرار 400 نقطة أعتقد أنه نشوف خلال الفترة المقبلة نشوف فيه استمرار الأداء الإيجابي ونشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة خاصة مع اتجاه المستثمير الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء وزيادة مركز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي ما زال هناك فيها فرصة جيدة جدا لتحقيق معدلات أرباح مرتفعة بالاستثمار في عزيم مستوى المتدنية من الأسعار لأن ما زالت الأسعار جاذبة جدا للشراء وفتح وزيادة المركز المالية بالنسبة لمستثميرين الأفراد وأن هناك مستهدفات مرتفعة لم تحدث بعد أو لم تحقق بعد للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة أعتقد أنه يكون فيه فرصة جيدة جدا ونشوف فيه نشاط ملحوظ للأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المجبلة وده اللي هنعكس إيجابا على أداء المؤشر السبعيني خلال الفترة المجبلة ونشوف فيه تسجيل لمستويات أو سعارة مستويات التاريخية التي سجلها المؤشر السبعيني خلال الفترة الأخيرة ربما رأينا أستاذ حسين من اتجاه العرب والأجانب للشراء بالبرصة المصرية خلال الأسبوع الماضي ما الأسباب؟ يعني طبعا هي الأسهم المصرية والشركات المصرية عامة يعني أعتقد أنها تتداول بأسعار منخفضة جدا اتظلمت جدا في التسعير السوئي لأغلب الشركات القائدية والتي يعني تتمتع وتتميز بأداء مالي قوي جدا وتحقيق معدلات نمو مرتفعة جدا أعتقد أن احنا كان فيه عوامل كبيرة جدا أو عوامل تغيير حدثت في البورصة المصرية لم تتأثر بها الشركات مثل يعني انخفاض سعر صرف الجنيم وقبل الدولار لم نشهد أي صعود بنفس نسبة انخفاض العملة المحلية ونتائج عمال الشركات التي أظهرت أن أغلب الشركات القائدية حققت معدلات نمو تخطت 25% ووصلت 50% في بعض الشركات ومعدلات أرباح أيضا سنوية تخطت 25% وهو معدل أعلى من معدل العائد الخليم للمخاطر في ظل ارتفاعه لأكثر من 20% بأغلب الأوعال الدخلية بالبنوك الحكومية أعتقد أن مازال هناك فرصة جيدة جدا وأن قيمة السوقية لأغلب الشركات القائدية بالبورصة المصرية أقل بكثير من قيمة العادلة لهذه الشركات وده اللي دفع أغلب المؤسسات العربية والأجنبية أيضا إلى الدخول وزيادة مركز المالية وشفنا أيضا في بعض المؤسسات العربية أعلنت نياتها وعزمها وبالفعل تم استحواز على عدد من الشركات حصص بعدد من الشركات المصرية منذ أكثر من عام وخاصة أو تحديدا بالنصف الثاني من العام الماضي فده انعكس إجابا على هذه الشركات بالقوام المالية ودفع هذه الشركات إلى توسعة أنشطتها والاستفادة من سيولة دخول مستثمر سواء استراتيجي أو عن طريق زيادات راس المال وده اللي انعكس إجابا على أداء هذه الشركات المالية ودفع الشركات لتحقيق معدلات أرباح مرتفعة جدا أعتقد أن المؤسسات العربية والأجنبية مازالت تستهدف الشركات القيادية لأنها هناك فيها هناك بالاستثمار في هذه الشركات في هذه المستويات المتدنية والملخافضة لأسعار أغلب الشركات كقيمة سوقية مازال هناك فرصة قوية جدا لتحقيق معدلات أرباح على الاستثمار في هذه المستويات وأعتقد أن هيكون فيه نشاط ملحوظ كبير جدا من المؤسسات المالية العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة في زيادة استثمارات ومضخ استثمارات وجاز برغوص أموال جديدة في هذه المستويات السعرية المنخفضة لأغلب الشركات القيادية وده اللي هنعكس إجابا خلال الفترة المقبلة وهيدفع المؤشر الرئيسي أيضا إلى الصعود وتحقيق قمة تاريخية جديدة قبل نهاية العام إن شاء الله إن شاء الله أستاذ حسام هناك بعض الأحاديث عن عدة قطاعات قد بتعلن عن معدلات نمو إيجابة خلال الموسم النتائج الصفية أو النتائج النصفية برأي حضرتك ما هي التوقعات؟ يعني خلينا نمسك الموضوع بشكل تاني وطبعا الأزمة التي يشهدها العالم بصفة عمل أزمة الاقتصادية هي تتلخص في نقص إمدادات وقلة الكميات المعروضة من أغلب السلع وده اللي أدى إلى وجود أو ظهور بعض أو شبه ركود في بعض القطاعات عالميا أعتقد أن القطاعات أو الشركات المدرجة في بعض القطاعات الرئيسية لأي دولة أعتقد أن القطاعات التي تنجح في زيادة إنتاجها وزيادة نشاطها وزيادة معدلات دوران رأس مالها العامل أعتقد دي اللي هتنعكس إجابة وده اللي هتنجح في تحقيق معدلات أرباح وده اللي هتدفع القطاعات لتحقيق معدلات نمو ومرتفعة طبعا زي ما شفنا كده قطاع المواد الغزائية وقطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية وقطاعات البترو كيمويات دي اللي شهدت معدلات نمو ومرتفعة في زيادة إنتاجها وده اللي تأثر إيجابي على أداءها المالي ودفعها نحو تحقيق معدلات نمو وتحقيق معدلات أرباح مرتفعة وده بالتالي انعكس على أداء القطاع بصفة عامة ودفع القطاع لتحقيق معدلات نمو ومرتفعة يعني أعتقد أن أغلب القطاعات شهدت نمو يعني تخطى العشرة في المائة في أغلب القطاعات وسجل مستوى عشرين وخمسة وعشرين في المائة في قطاعات أخرى في ظل نقص بعض الكميات المعروضة من السلع والخدمات الأساسية أعتقد أن احنا ما زلنا برضو نعاني كأزمة عالمية من نقص كميات معروضة من بعض القطاعات ومن بعض الصناعات والشركات التي تنجح في زيادة انتاجها وزيادة نشاطها وتوزيع أنشطتها دي لها تدفع القطاعات المدرجة بيها نحو استمرار تحقيق معدلات نمو واستمرار نسب السعود تابعنا أستاذ حسام أمس الكشف عن التغطية الكاملة لإكتتاب زيادة رأس المال شركة بيلتون القبضة ما رأيك في نسبة التغطية وهل ستواجه الأمولة الفائدة من هذا الإكتتاب لاستحوازات جديدة؟ برأي حضرتك أعتقد أن شركة بيلتون نجحت في جذب رؤوس أموال أو استثمرات جديدة تضخ بهيكل الشركة أعتقد أن ده كان مدفوع برغبة أغلب المستثمرين وشوفنا طبعا في بعض رجال الأعمال التي أظهرت الإفساحات الخاصة بالشركة باستحوازهم على نسب ما يقرب من 5% أعتقد أن هذا من ضمن الرواج الذي حدث على اكتتاب سهم بيلتون ودفع السهم نحو تحقيق مستوات سعرية مرتفعة وده دفع أغلب المستثمرين إلى ضخ استثمرات جديدة بالشركة أعتقد أن ده شيء إيجابي جدا وده هنعكس إيجابا على أداء الشركة خلال الفترة المقبلة وتستطيع وتنجح الشركة في استخدام السيول في توسعة أنشاطاتها داخل جمهورية مصر العربية وده هنعكس إيجابا على أداءها المالي خلال العام الجاري وهنشوف هذا الانعكاس الإيجابي خلال العام المقبل بالقوام المالية للشركة وتنجح في تحقيق معدلات نموه وزادة استثمراتها وأنشاطاتها في جهولة مصر العربية خلال العام الجاري إن شاء الله إن شاء الله استأذنك أستاذ قسام في فاصل قصير ثم نعود لتحليق أسواق المال الإماراتية والعالمية مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل ورجعنا لحضركم مرة أخرى بعد الفاصل وبرحب ديفاء الكريم أستاذ حسام عيب برحب حضرتك مرة أخرى أهلا بحضرتك خليني أمتقل معك لبورصة أبو زبيو التي سيطر عليها اللون الأحمر خلال الأسبوع ما تحليل حضرتك لأداء السوق؟ يعني طبعاً زي ما شاهدنا كده خلال تعملات الأسبوع المنقضي شوفنا فيه طفرة كبيرة جداً للمؤشر دبي المالي واستطاع ونجح فيه تحقيق قمة تاريخية جديدة وتجاوز مستوى لأربع تلاف نقطة يمكن إحنا تحدثنا في هذا البرنامج منذ أكثر من شهر أن مؤشر دبي المالي يعني بيمر بمرحلة تجميع كبيرة جداً استغرقت أكثر من سلسة شهور ويعني كانت كلنا متوقعين أنه هو يشهد يعني أداء وطفرة كبيرة جداً في الصعود خلال الفترة المقبلة من العام الجاري وده كان مدفوع باستقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 3400 نقطة وده فعلاً انعكس إجاباً على أداء مؤشر دبي المالي واستطاع المؤشر في تحقيق قمة تاريخية جديدة على مدار الثامن سنوات تبتداء من مستوى 1600 نقطة تحديداً عام 2015 وتجاوز مستوى 4000 نقطة خلال تعاملات الأسبوع أعتقد أنه نشوفنا فيه أداء جاد جداً وفيه اتجاه من أغلب المؤسسات المالية وخاصة الأجنبية والخليجية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالأسهم المقايدة بسوق دبي المالي وده اللي انعكس إجاباً على أداء المؤشر مؤشر دبي المالي وإغلاقه بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأسبوع يعني أعتقد أنه طبعاً قبل الأجازة الأسبوعية أعتقد بيبقى فيه هدوء نسبي أو عمليات جني أرباح طفيفة أو عمليات تصحيح طفيفة بعد عمليات السعود ولكن يعني الجابي أنه هو أغلق أعلى مستوى دعم وهو مستوى 3900 أعتقد أنه إحنا لإغلاق أعلى هذا المستوى والاستقرار علىها نشوف فيه استعادة مستوى للأربع تلاف نقطة وتحقيق مستوى تاريخي جديد خلال تعملات الأسبوع المقبل إن شاء الله أستاذ حسام يعني وقعت شركة ألف الزبي القابلة مذاكرة التفاهم لإقامة مشاريع مشتركة مع الليماك التركية ما تعليق حضرتك؟ يعني شاف أن مذاكرة التفاهم دي شيء إيجابي جدا والتزاما باستراتيجية الشركة من تنفيذ خطة التنمية المستدامة وتوسعة عنشاطات الشركة لاستمرار الأداء الإيجابي المالي لهذه الشركة أعتقد أن مذاكرة التفاهم ما بين شركة ألف الزبي والإماكة التركية تأتي في مرحلة قوية جدا في عمق العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين وخاصة في مجال البنية التحتية والتنمية العقرية لقطاع العقرات خاصة بعد الزلزالة الذي حلس بتركيا في فبراير بالعام الجاري أعتقد أن هناك فرصة قوية جدا لهذه الشركة في تحقيق معدلات أرباح وتوسعة أنشاطتها في تركيا خاصة بعد توقيع هذه مذاكرة التفاهم أعتقد أنها هيكون لها مردود إيجابي جدا في توسعة أنشاطت هذه الشركة وهيكون لها مردود إيجابي أيضا على القوية المالية وده ينعكس إيجابا على أداءها المالي وأداءها بسوء المال أيضا أعتقد أنها هيكون فيه خلال فترة مجبلة ألف الزبي يعني أداء جاء جدا وهيدفع هذه الاتفاقيات وتوسعة أنشاطتها هيدفعها إلى تحقيق مكاسب وحصد مكاسب خلال العام الجاري تابعنا أيضا إعلام بنك أبو ظبي التجاري عن نمو أرباح بالربع الثاني 2023 بأعلى من التوقعات وذلك بالنسبة 23% ما الأسباب برأيها؟ يعني شاف أن البنوك التجارية هي التي تحصد المكاسب بقطاع البنوك خاصة في ظل ما يشهده العالم من نصر إمدادات زي ما ذكرنا فيما قبل أعتقد أن أغلب البنوك التجارية التي تنجح في توسعة أنشاطتها وزيادة استثمارتها بأغلب القطاعات والنشاط التجاري تحديدا أعتقد هي التي تنجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة زي ما ذكرنا فيما قبله وبنك أبو ظبي التجاري أعلن عن تحقيق معدلات نمو وتخطط الـ 20% وتحديدا 23% ده من واقع توسعة نشاط البنك خلال الفترة المقبلة وفي ظل الرواج لأغلب السلع التجارية استطاع ونجح البنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تخطط الـ 20% وسجل مستوى 23% وأعتقد ده أيضا هينعكس على أرباح البنك بالقائمة المالية وهيكون في توزعات أرباح مرتفعة على المساهمين وده اللي هيدفع البنك إلى استمراره في تحقيق معدلات نمو واستمراره في ضخ استثمارات أو استقبال استثمارات جديدة بالبنك خلال الفترة المقبلة وده هيدفعه إلى الاستمرار في الأداء الإيجابية واستمراره في تحقيق معدلات نمو إلى أن يشهد استقرارا أو ثباتا أعلى من مستوى 20% بمعدلات النمو بالمراكز المالية الرابعة السنوية خلال العام الجاري على ذكر البنك أستاذ حسامي برأي حضرتك هل ستشهد البنك الإماراتية المزيد من النمو بأرباحها الفصلية المرتقبة؟ يعني طبعا زي ما تبعنا كده منذ بداية الأزمة الجيوسياسية الراهنة والتباع الفيدرالي سياسة اقتصادية انكماشية واتجاهه نحو ارتفاع معدلات العدم الخلي من المخاطر تجهت أغلب البنوك الدولية إلى اتباع نفس السياسة وارتفاع معدلات الفائدة وده اللي أدى إلى وجود تعظيم المحافظة الاستثمارية للقطاع المصرفي خاصة قطاع البنوك خلال الفترة الأخيرة أعتقد أن بتاع البنوك يستحوز على سيولة كبيرة جدا من حجم السيولة العالمي خلال الفترة الأخيرة أعتقد أن ده هينعكس إجابا باستخدام هذه الأموال للمدعين بتوجيهها نحو الاستثمارات أو اختيار بعض القطاعات التي تعاني من ناصر الإمدادات وقلة المعروض وغضخ استثمارات من قبل قطاع البنوك في هذه الاستثمارات في هذه القطاعات ده هينعكس إجابا على أداء البنوك المالي وهيتفاحها نحو تحقيق معدلات نمو مرتفع وتحقيق أرباح بالقام المالية مرتفع أعتقد أن احنا ما زلنا أن نتاجه نحو الصعود مجددا ولكن يعني بعد ذكر الفدرالي الأمريكي بعدم نيته برفع معدلات الفائدة أو دراسته عدم رفع معدلات الفائدة حفاظا على الإبقاء على معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي خاصة والاقتصاد العالمي عمتا نحو الارتفاع وعدم اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود والكساد مرة أخرى باستمرار اتباع السياسات الاقتصادية الإنكماشية يعتقد أن القطاع المصرفي أو القطاع البلوك خاصة هيشهد استمرار أو استكرار في تحقيق معدلات النمو مرتفعة خلال الفترة المجبلة لا نعرف من حضرتك أكثر أستاذ وسامي لماذا بتوسي بعض شركات الأبحاث العالمية عملائها باقتناس الفرص بالأسهم الإميراتية؟ يعني سوق أبو ظبي وسوق دبي استطاعوا خلال الفترة الأخيرة في تحقيق طفرة كبيرة جدا بأداءهم خلال العام الجاري أو العام الماضي أعتقد أن هناك فرصة قوية جدا للإستثمارات أو رؤوس الأموال في تحقيق عائد على الإستثمار مرتفع جدا يتعدى أو يتخطى العائد القالي من المخاطر خلال الفترة المجبلة وده مدفوع باتباع عادة هيكلة سوق الإمارات المالي وده من خلال قيد أغلب الشركات القوية والرائدة في مجالاتها بمختلف القطاعات الاقتصادية بالسوق الإمارات المالي وده اللي أدى إلى جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والمحلية سواء أفراد أو مؤسسات بالدخول في أغلب القطاعات بسوق الإمارات المالي وده أدى إلى صعود أغلب الشركات الرائدة أو الشركات القيادية بسوق الإمارات المالي ومازالت هذه الشركات أيضا تنجح في تحقيق معدلات نمو وتحقيق معدلات أرباح مرتفعة وده اللي أدى إلى مراكز البحوث إلى توجيه أو دفع أغلب رؤوس الأموال إلى الاستثمار وفاتح وزيادة استثمارات أغلب المستثمرين والمؤسسات المالية في الدخول بالأسهم القادية بسوق الإمارات المالي لوجود فرصة قوية جدا لتحقيق أرباح على هذه الأموال خلال الفترة المقبلة وده اللي هنشهده في سوق الإمارات المالي خلال الفترة المقبلة وخاصة زي ما تابعنا كده سوق دبي بيحقق قيمة تاريخية خلال تعملات الأسبوع وأيضا سوق أبو ظبي مازال يمر بمرحلة تجميع طويلة ولكن مستقر أعلى مستوى دعم رئيسي وهو مستوى 9600 نقطة وأعتقد أن احنا بعد هذه التوصيات من بنوك الاستثمار أو مراكز البحوث بالأموالات أعتقد أن احنا نشوف فيه تفرة أو فيه تحرك إيجابي نحو الصعود والسعادة مستوى العشر تلاف نقطة بالنسبة لسوق أبو ظبي وتحقيق أيضا قمة تاريخية جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري أعتقد أن احنا نشوف فيه كمان استهداف لمستوى 11 ألف نقطة قبل نهاية العام الجاري وده سيكون مدفوع باستمرار اتجاه المؤسسات الخالجية والأجنبية بفتح وزيادة استثمارات ومراكز مالية جديدة بالأسهم القادية بسوق الأموال المالي سواء سوق دبي أو سوق أبو ظبي خلال فترة مقبلة إن شاء الله ربما رأينا أستاذ حسام تزايد الشركات الرغبة مثل تاكسي دبي بطرح حصة من أسهمها بأسواق الإمارات ما الأسباب رأي حضرتك؟ يعني بعد اتباع سياسة عادة حيكلة سوق أبو ظبي وسوق دبي المالي وده كان بدء خطوات جيدة جدا في عادة الحيكلة وعادة تنظيم سوق أسواق الإمارات المالية بصفة عامة وشاهدنا في بعض الطرحات التي شهدت إقبالا كبيرا ونجحت نجاح كبير جدا وشهدت إقبال كبير جدا من قبل المؤسسات المالية والأفراد شهدنا فيه إقبال كبير جدا من هذه الطرحات الجيدة ده اللي دفع أغلب الشركات التي لم تقيد أن تتقدم بطلب قيد لسوق المال سواء أبو ظبي أو دبي أعتقد أن دي كانت فرصة كويسة جدا واستخدام جيد جدا لأكبر أداء للتمويل أو أكبر وسيلة للتمويل وأهم وأسرع وسيلة للتمويل في العالم في ظل ارتفاع تكاليف التمويل منذ بداية العام الماضي أعتقد أن سوق المال بصفة عامة هو أسهل وأسرع طريقة للتمويل وده اللي دفع أغلب الشركات بالإمارات بصفة عامة إلى التقدم بطلبات قيد للاستفادة من تمويل سوق المال بطرح حصص برأس مال هذه الشركات للقيد أو للتداول في البورصة واستخدام السيولة النتيجة عن التروحات بتوسيع أنشطة هذه الشركات وده اللي بيعنعكس إجابا على أداء الشركات الماليا وأعتقد أن احنا نشوف فيه إقبال أو فيه استمرار في عملية التروحات التي بدأت منذ أكثر من عامل بسوق أبوظابي وأيضا سوق دبي وده اللي بيدفع أغلب رؤوس الأموال إلى زيادة مركزهم فيه أو زيادة استثماراتهم وضخم مزيد من الاستثمارات في سوق أبوظابي وسوق دبي المالي وأعتقد أن احنا نشوف مزيدا من الطلبات الاكتتابات أو القيد في سوق أبوظابي وسوق دبي خلال الفترة المجبلة للاستفادة من أهم وأسر أداء التمويل في ظل ارتفاع تكريف التمويل عالميا وده اللي هيأثر إجابا على أداء الاقتصاد الإماراتي بصفة عامة ويتفعل تحييق معدلات نمو مثل ما ذكر كده تحييق معدلات نمو تصل إلى 7% ده المستهدف للاقتصاد الإماراتي أعتقد أن ده يكون مدفوع بضخ استثمارات جديدة سواء بالاستثمار المباشر أو غير المباشر خلال الفترة المقبلة إن شاء الله أستاذ حسام أسواق الخليج بشكل عام بتتأثر بأسعار المفت ما رؤيتك لأسعار التاقة الفترة المقبلة؟ يعني شاف أن فيه استقرار فترة كبيرة جدا في أسعار المفت عالميا وحافظ خام برينت على مستوى 75 دولار خلال الفترة الماضية يعني شاهدنا فيه هدوء وفترة ركود وسط حالة من الانتظار والتراكب على حجم الطلب وبيانات متزبزبة وسط توقعات بارتفاع حجم الطلب وارتفاع الاستهلاك الصيني باستهلاكها بالنفط وده اللي أدى إلى وجود أداء إيجابي أو ظهور أداء إيجابي لأسعار الطاقة أو النفط خاصة عالميا أعتقد أن الحفاظ على مستوى 75 دولار لخام برينت أعتقد ده شيء إيجابي جدا وهيدفع خام برينت يعني لأسعود وتحقيق مستوى 85 دولار خلال الفترة المقبلة في ظل الاتفاقات التي توقعها منظمة أوبك للدول المنتجة والمصدرة للنفط ومع الاتجاه نحو تخفيض الانتاج وأيضا الاتجاه أو اتجاه رؤية المتحدة إلى زيادة مخزوناتها بعد انخفاضها خلال الفترة الأخيرة أعتقد أنها يكون فيها في استقرار أو أداء إيجابي لأسعار الطاقة عالميا وخاصة النفط ونشوف فيه تحقيق مستوى 82 دولار أو 84 دولار خلال الفترة المقبلة إن شاء الله إن شاء الله شكرا جدا أستاذ حسين بنشكر أستاذ حسين عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القهرة الوطنية الأوراق الملي شكرا جزيلا شاهدين الكرام بشكركم لحسن المتابعة وإلى لقاء الأسبوع القادم مع أرقام وأسواق تحية لكم ريهام الدويك دمتم في أمان الله شكرا